السلام عليكم ان شاء الله بنتي ان شاء الله بنتي شكرا لك حافظك الله ورعاك الله لا اله الى الله نادية بنتي قضية القوات راف الغالب الاعم احتورها اعصب وللانسان كانش وصية ممكن استفدوه منا في هذا البرنامج وبكن نقول الاحباب الكرام انتبهوا الى الاعصب راهي السبب المباشر في عدد كبير من الامراض العضوية راه ممكن تكون سليم تكون معافع اذا حافظت على جهال ذكال عصبي يقول لك القائلة وشكل يخلك شكل يخلك ما تتعصبش الولاد من جهاء والمرأة من جهاء والجيران من جهاء ورئيسك في العمل من جهاء والمستخدم تحتيدك من جهاء وسائل النقل والازدحام والغلاء والاسعار شكل يخلك ما تتعصبش هنقول لك اخويا هذه حياتنا وهذا واقعنا ونحن مواليه وجش اللي قسم الله تعالى ينبغي ان نتعايش مع الوضع ينبغي تكون عندنا فكرة التعايش يعني اللي بغاها كلك يخليها كلها هل تعلمون ايها الاحباب الكرام بان الذين سبقون بالايمان كانوا اشد منا في الحياة ديالهم حياتهم كانت صعبة كانت قاسية احنا را عيشون را غيد احنا را في نعمة عظيمة رغم هذه المشاكل كله اللي كنحكيو عليها را بالمقارنة احنا هاد الجيل هم المحظوظ اكتر حظا من حيات النعيم را عدنا الخير موجود كل واحد منا را عنده في الدار في اللاجة را فاش يباركة وعنده تليفون وعنده وسيلة نقل وعنده كل الخير را كانوا ناس ازمان ما كيلقوش سولوا غير والدنا واجدادنا واذا رجعنا لعهد النبوة كيف كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شهرين متتاليين لا يوقض في بيته نار يعني المطبخ ماخدامش الكنون ما كيطيبش يعيش مع اهله على الاسودين التمر والماء هذا هو الطعام ديالهم في حين احنا في عصرنا هذا الحمد لله الخير موجود لكن المشكلة اللي عندنا وهي نظرتنا الى الاشياء اليوم كينا في الطب واحد نظرية مهمة معاصرة وحديثة جدا وهي ان العلاج ديال الامراض كتكون من خلال النظرة ديالانسان للوجود كيف تنظروا الى الوجود اقول لك من انت كل كيباله الوجود كله تساؤلات فلسفية كيباله الوجود ما عندوش جواب كيباله مضارب مع راسو مضارب مع علاش هدي وقع كدا وكيبقى كل الصباح كيف يفتح المواقع ديال التواصل ويقرأ الاخبار السياسية التي تحملوا النقد للمسؤولين والمؤسسات وفي صراع وكيقلب على الاخبار التي هي تطلع الدم مع المدارك يقعد في السكار وفي التنسيون ويعود في الجوات ويعود في مزاف ديال الامراض ويقرأ ويهرم ويقولك هرمنا في حين ان الحياة اربعة الزوجة اللي خلقها ميسرة لست سيدنا في الصباح البكير عوضا نقلب على الاخبار اللي هي كتأدي الى الاشمئزاز انقلب على اخبار الخير وما اكترها انقلب على اخبار البر وما اعدها الله سبحانه وتعالى فنغير نظرتي الى الوجود نغير نظرتي الى الحياة ودلقى بانني شوفيت وعفيت بنتي نادية الله شافيك ويعافيك الله يمتلك بالصحة وبالعافية وتبام العافية ودود الخلال في هذا السير نسأل الله تعالى ان ينجيه ويحفظه ويرعاه ويتوله بالعناية والرعاية اللهم امين يا رب يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا مرحبا بك للا شكرا والحمد لله اللي اتلقيت بك عزك الله للا ام زكريا بغيتك تدعم علي يا عمي كريبان يا رحبا عندي واحد امراض معرفته لا وسواس ولا خابيه مهم معرفته واش ليلى هيد الله وبغيتك تدعم علي وليدية يا ربي يا ربي ومع واحد البنية ابن سخويا اليوم غادي غدا غادي ان شاء الله هد العملية عامل قلب الله اكبر وتدعيلي مع ولادي ومع زوج ديالي يا رحمن يا رحيم تبو الله سبحانه وتعالى لأم زكريا يشافي هذه البنية من العائلة غادي العملية على القلب تبو الله سبحانه وتعالى شافيها ويعافيها ما سهلاش لعملية القلب صعبة ولكن الحمد لله ورحمته الواسعة على الأطقم الطبية المتواجدة في بلدنا يا ما حضرنا بالعشرات عملية القلب للأناس والحمد لله كانت جيدة جدا وسليمة جدا وكأنهم لم يكنوا مرضى اطلاقا الفضل بعد الله تعالى لانا عندنا فعلا في بلدنا خبراء أطباء جراحين في القلب في مستوية رفيعة رفيعة جدا جدا والحمد لله تكون لعملية ناجحة مئة في المئة إلا أن التكلفة تكون شوية غالية والله يحسن الله والله عندهم لا ميتشيال رأى سهل عليه ولكن اللي ما عندوش ربي عوينه نطلب الله تعالى كذلك أم زكريا يبعاد عليك هاد المرض اللي كتعاني منه هاد المرض رف الأصل دياله اللي قلتي اش عندي راوس وسدك للا ما عندك وانه قلتك للا أم زكريا حدتي نفسك بأنك لست مريضة قولي أنا لست مريضة من اللي أنت شافي ردا بدا بل أنت شافي بلا طبيب بلا رقيب بلا أي حاجة حدتي نفسك بأنك سليمة وأنك بخير على خير وأنك لا ينقصك إلا القيام بالعمل الصالح والش الأخرى غير مجرد بغازيت غير أفكار مترمية على دهنك تخلق لك هذا النوع من الشوشرة في الدهن أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك وكل من كان مريض أو سقيم اللهم شافي الجميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وسبحان الله هضوعا لعظمته اللهم يا رب العالمين إن نسألك في صلاتنا ودعائنا وفي هذه الساعة المباركة نسألك اللهم أن ترزقنا الرحمات وترزقنا النعيم الذي لا ينفد اللهم ارزقنا بركة تطهر بها قلوبنا ارزقنا يا رب رحمة تكشف بها قربنا وتدهب بها همومنا وغمومنا اللهم ارزقنا بركة تشفي بها أمراضنا وسقمنا اللهم ارزقنا رحمة تقضي بها ديوننا وتجنو بها أحزننا يا رحمن يا رحيم ارزقنا رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتوحد بها فرقتنا اللهم واغفر لنا بها دنوبنا واصلح بها أمورنا يا رحمن يا رحيم نسألك ان ترزقنا بركة تغنينا بها عن فقرنا وتدهب بها شرنا وتبيض بها وجوهنا يا رحمن يا رحيم اليك مددنا ايدينا اليك مددنا ايدينا وفيما عندك عظمة رغبتنا فاقبل توبتنا اللهم اننا نسألك ان تقبل توبتنا اغفر لنا يا ربنا دنوبنا وخطايانا واقبل توبتنا ونسألك يا مولانا ان تغفر خطايانا وان تقبل معذرتنا اللهم ارحم ضعف قوتنا يا رب ارحم ضعف قوتنا اللهم اجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا يا رحمن يا رحيم نسألك يا مولانا نعيما لا ينفد ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدة يا رحمن يا رحيم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا رب اهدنا وسددنا اللهم استر عورتنا وأمن روعاتنا واقضعنا ديننا يا رحمن يا رحيم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكنا وإليك أنبنا اللهم إنا نعود بعزتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت نعود بك يا ربنا أن تضلنا إلى سواء السبيل اللهم يا رب العالمين ارزقنا الهداية وارزقنا الرشاد أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تملأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدرنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا واجعل القرآن العظيم شعرنا والسنة المطهرة طريقنا اللهم تبتنا على نهج الاستقامة اللهم تبتنا على نهج الاستقامة وأعدنا من مجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واحفظنا من شر الأشرار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تشافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر ويسر عنا كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إنا نسألك التيسير أما اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال لا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن أنت المقصود بكل حال اللهم إنا سلمنا إليك مقاليد أمرنا يا رحمن إننا قد سلمنا إليك مقاليد أمرنا فاقبلنا وارحمنا يا قادرا على كل شيء يا قادرا على كل شيء اللهم إنا نسألك يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا قابل التوب يا واسع المغفرة يا من كتب على نفسه الرحمة اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم بدل سيئاتنا حسنات وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين يا رفيع الدرجات يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات نسألك اللهم كل من عنده حاجة في هذه الساعة أن تقضيها له اللهم كل من عنده حاجة في نفسه وقلبه أنت أعلم بها فعجل له بالفرج يا رحمن يا رحيم عجل له بالفرج يا دا الجلال والإكرام صل وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأقول لأحباب الكرام كل من عنده هم أو غم مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج والعز والكرامة والسؤدد اسم من أسماء الله الحسنى لنقول العزيز دو الجلال العزيز دو الجلال العزيز دو الجلال يعطيك الله العز من عنده ويضفي عليك من جلاله اللهم ارزقنا عزة من عندك اللهم ضف علينا من جلالك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رب العزيز جلالك هم هم نسخ نسخ نسخ